موسيقى مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم في سيد الصحافة يسعدني أن أكون معكم اليوم في جولة جديدة واستعراض لا أهم ما تنشره الصحف من أخبار موضعات في الحقيقة جولتها النهاردة هي في الحقيقة جولة مسيرة جدا فيها كثير من الأخبار المسيرة تستحق تعلاقات كثيرة تستحق أن توقف علامها طويلة نتأمل ما وراء هذه الأخبار أبنى أبدأ الجولة أنا طلعت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البيانات التي تنشرها في بعض المواقع على النت تصريحات غريبة منسوبة لدكتور عصام العليان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة في الحقيقة دكتور عصام العليان قال كلام يعني في الحقيقة كلام خطير وكلام غريب أنا معرفش هل ده يمثل توجه للجماعة أم هو طرح الشخص منه هو بيقول أن مظاهرات 24 أغسطس دي اللي كان بينظمها أو اللي كان يشارك فيها هم الأخباط فقط وأن دقارة المشاركة في هذه المظاهرات بتوضح حجم الأخباط في مصر وبالتالي الأخباط بعد اليوم يعني مش من حهم بأنهم يتكلموا أو أنهم يعني خلاص يعني أنتم ده حجمكم في الشارع واضح الدكتور عصام يعني يمكن مش عارف يعني فيه فجوة أو فيه مسافة بينه من الواقع اللي احنا عايشين فيه فيه جماعة أو حركة اسمها حركة أقباط بلا فيود أصدر البيان بتوضي فيها على تصريحات أو كلام المنسوب لدكتور عصام العريام بتوضع فيه أن دي كلها تصريحات لا أساساً لها من الواقع حركة أو مظاهرات 24 أغسطس بشركة شرائح من مختلف المجتمع المصري الأقباط هم جزء أو فصيل من هذا المجتمع في الحقيقة كان فيه مشهد لقطات فيديو على اليوتيوب أنا كنت أتمنى أن أعرضها في الحلقة لو لا حرصي أن احنا في النهاية منبر إعلامي هدفنا أن احنا نقدم المعلومة للقارئ لا نفض رأينا على القارئ لو لا أننا حريصي أن احنا حتى لا نتهم بإهانة الرئيس أو بسبب الرئيس موقع فيه منتهى الخطورة بيوضح أن هذه المظاهرات شارك فيها محجبات ومنقبات وملتحون والصورة أنا مش عايز أوصفها علشان أنا في النهاية مش طرف في هذه المسألة لكن توضح كيف أتعامل بعض المتظاهرين من غير المسيحيين في هذه المظاهرات مع صورة الرئيس مرسي في الشوارع موجودة على اليوتيوب حوارك تقارير تشوفوها يعني أنا مش عارف أعلق على كلام البطاعة سامن العريان يعني ليه إهانة الأقباط ما هو حرصه على يعني أنه يحاول أنه يخلط الأوراق ببعضها ويوضح أن دي كانت مهزارة أقباط وما إلا ذلك الحركة أقباط بلا قيود أصدارة البيان موجودة على النت اليوتيوب عليه لقطات الفيديو المصورة اللي بتوضح من هم الذين يشاركوا في مثل هذه المظاهرات إيه اللي عملوه في الشوارع إيه الشعارات اللي رفعوها وكيف هتعملوا مع بعض الصورة المعرقة على الجدران من ضمن الأخبار المهمة في جبلتها النهاردة الدكتور هشام أنديل رئيس الوزراء يوم السبت اللي فات كان الراكب القطر ورايح اسكندرية القطر رقم 917 التربيني المكيف اللي راح باسكندرية فوج الدكتور هشام بأن التكييف العربية اللي هو قاعد فيها ومعه وزير النقل معطل طبعا يعني ربما درت النفاع أن التكييف تقطع في القطر اللي راكب الدكتور هشام أنديل فعلى الفور أصدر تعليماته بإقارة رئيس هيئة السك الحديد ده من ضمن الأخبار لها النقاشة النهاردة يمكن ربما الملف الأبرز في جولتها النهاردة الموضوع الأهم هو موضوع سيناء ما يحدث في سيناء أمر خطير الجديد في موضوعنا النهاردة في ملفنا الأول أن في أعمال عسكرية بتقوم بها إسرائيل على الحدود الوفد في صفحتها الأولى بتنشر يعني خبر في موطنة الخطورة بتقول قصف إسرائيلي على سيناء الوفد قصف إسرائيلي على سيناء وبتقول الوفد طائرة صهيونية بدون طيار تقتل مصرية من السواريخ وخطة جديدة لتعطيل قناة السويس في الحقيقة هي الوفد بتنقل عن موقع البي بي سي العربي بي بي سي ليها موقع انجليزي ولها موقع عربي موقع البي بي سي عربي والموقع ده بينها عن مصادر قابلية أو مصادر من القبائل بتقول إن في طيار إسرائيلية أطلق الصاروخ على قرية اسمها قرية خريدة فيه وصل سيناء وده أتل يعني أحد المصريين في القرية دي وفي الحقيقة هي بتنقل عن مجالة اسمها مجالة جيسرائيل خطة تفصيلية لستعدادات الجيش الإسرائيلي للمواجهة العسكرية مع مصر في حالة نشوف والكلام يعني الخطة للوفد بتنشرها يعني في منتهى الخطورة بتوضح إن الوضع على حدود نشرية وضع شديد الالتهاب مش منتهد فقط هو وضع شديد الالتهاب وبتقول إن الخطة دي بتحمل اسم عوز أو عوز أو عوز معرفش تشكيلها إيه بالضبط وبتقول إن المختار الخطة دي سيتم يعني نشر تشكيلات مقاتلة وإنتاج دبابات مركافة أربعة حتى عام 2022 وسيتم استيراد أو يعني إتمام صفقة جديدة من المقاتلات الأمريكية F25 وتقارات جديدة بدون طيار اسمها راقد السماء وتزويد الجيش الإسرائيلي بقظائف هون وتزويد البحرية الإسرائيلية بغواصتين ألمنيتين نوويتين وإن هذه الغواصات هتعمل عمليات نشر لسواريخ معينة في البحر الأحمر هدفها تلغيم قناة السويس وإفساد حركة الملاحة فيها لمدة عشرين سنة يعني هي حالة تلغيم بس إحنار بقى كنا بنكلم الألغام اللي كانت قبل 73 اللي كان يقولون إن الخط برريف هو مش عارف الخط الذي لا ينهار والجيش المصري يعني مش لن يكون قادر على العبور حتى لو بقبلها نووية وطبعا كانت معجزة الجيش المصري واللي هو باقي صدفة ده أحد أبناء جيش المصري اللي هو كان يعني صاحب فكرة عبور الجيش لأكتحام خط برريف من خلق خرطيم المية نحن النهاردة منتكلم بعد 40 سنة من حرب 73 تقريبا 40 سنة النهاردة إسرائيل مدعومة بتسليح أمريكي كامل يعني الخطة في منطقة الخطورة بصدح أن فيها عمليات تسليح غير عادية أن فيه برضو استكمال وتطوير ونشر أنزمة التحكم الراداري الراداري الرقمي اللي اسمها المنار 600 دي هكون أنزمة موضوع على الحدود هدفها كشف كل ما يحتس في سينة بالكامل يعني هي عمليات تجسس باستخدام التقنيات عالية جدا ونشر كتيب السواريخ بتحمل اسم الرمح السحري ونشر مقاتلات وتسلحات طبعا فائقة يعني التسلحات فائقة طبعا كلها أسلاح أمريكي فائق إسرائيل هتستخدمه في حالة يعني حدوث أي مواجهة عسكرية مع مصر في مشكلة خطيرة بتحصل في سينة طبعا دي معلومات بتنقلها الوافد عن موقع بي بي سي وعن صحيفة أو مجالة إسرائيل ديفنس اللي هي الدفاع الإسرائيلي اللي بيحصل فينا ده موضوع في المنطقة الخطورة محتاجين إذا كان الكلام ده صحيح محتاجين رد رد رسمي من الدارة المصرية محتاجين توضيح من القوات المسلحة لحقيقة الوابع في سينة مش محتاجين رأي العام في مصر يعني مطلوب أنه يكون في النهاية احنا بنكلم بعد الثورة رأي العام في مصر النهاردة لم يععد هناك أي مجال لإخفاء أي مجال من رأي العام بالعكس ده رأي العام حين يتم تفسيره بالخطورة الشديدة يعني اللي احنا بنواجه على حدنا الشرقية هذا الرأي العام يمكن استخدامه كأداة فاعلة لدعم القرار المصري في اتخاذ خطوات معاناة من أجل تطهير سينة من الإرهابيين من أجل مواجهة الفكر التكفيري اللي نهاردة بيجر الخراب على مصر وزي ما احنا شايفين نهاردة فيه استعدادات كاملة وفيه خطة لإنتاج ده بابات مركابة ونشر أنزمة مش حالف صوريخ متطورة وتلغيم قناة السويس وتلغيم البحر الأحمر وغواصتين نوويتين جايين من ألمانيا وأنظمة تحكم راداري أرضي وحاجات كده في منتهى الغرابة والخطورة احنا بنكلم عن تسليح يعني أنا مش عارف يعني طبعا يعني اللي أملك معلومات عن الطرف التاني اللي هو احنا قدراتنا في التسليح لمواجهة هذا التسليح الفائق الجودة اللي احنا بنكلم متوقع وطيرات بدون طيار يعني برضو وقزايا في هون وغواصين ألمان يعني كلها حاجات في منتهى الخطورة محتاجين نعرف ومن حقينا نعرف والنهاردة المجلس العسكري بدل ما هو منشاغل النهاردة صفحات الفيسبوك وأنه هو بينفي النهاردة ناصل المجلس العسكري ملوش اللي صفحتين بس صفحة أيام المرحلة الانتقالية وصفحة اسمها أدنى المجلس العسكري وبعدين بيقال نعمل صفحة شخصية اللي هو الفريق أول عفتاح السيسي أعتقد أن المسائل أخطر وأعقد بكتير جدا من شغل الفيسبوك يعني مش عايزه الكلام فاضي يعني فليكن الفيسبوك مستمر زي ما هو لكن احنا النهاردة يجب أن يعلم الرأي العام ماذا يعطي سينا هل فعلا أطلقت إسرائيل ساروخ داخل الحدود المصرية على قرية خريدة وقاترت واحد ماذا كانوا النهاردة بيقولوا أن احنا تحريك بعض آليات أو قطع الجيش المصري في منطقة محزورة يعني رغم أن هما بيعترفوا أن ده كل الحركة عايشين ده بابة يعني وهما حتى في السيلي بيعترفوا أن هذه عايشين ده بابة رغم ما تمش التنصيق بالمصر والسيلي في تحريكها لكن هي بكل المقاييس لا تمثل أي خطورة بأي حل من الأحوال على الأمن القوم الإسرائيلي يعني في النهاية مصر ما كانت ملتزمة في السلام وملتزمة بموحة الأمن الفئة رغم كل إكحاف وكل يعني يعني مساسه بالسيادة المصريية لكن يعني هل نحن بنحرك فينا ده بيمثل خلل بالأمن القوم الإسرائيلي ما يمثلش أي خلل وهم يعلموا أن العايشين ده بابة للحركة دول بكل المقاييس ما لهمش أي معنى بأي إخلال بمنظومة الأمن الإسرائيلي والدبابات والسواريخ والمضرعات وأنظمة الرادار والتحكم وما إلى ذلك لكن نحن نهارده نتكلم عن أنا مش عايز أقول أن ده مستاذ بالسيادة ده إعلان حرب لما دولة تطلق ساروخ يعني أنا مش يعني وذكركم السنة الفاتفة شهر أغوص سنة 2011 أطلق من طيارة عسكرية طيارة حربية أسرائلية سواريخ على إحدى الوحدات الحدودية يعني يقول سوشهد أحد الضباط بردبة نقيب والده هو أستاذ في كلية الطب في جامعة سهاج وتلاتة من العساكر أحدهم يعني أحدهم من المحافظة الأليوبية النهارده بيتم إطلاق صاروق آخر ومقتل أحد المصريين ده عايز أقول ده مش مجرد مساس ده يرقى إلى إعلان الحرب حين يتم يعني إطلاق مثل هذه العمال يعني العسكرية على الحدود وقتل المواطنين من دولة أخرى الموضوع يعني محتاج تكاتف جهود العملية مش الحرب مش مجرد عملية عسكرية محتاجين يكون فيه دولوماسية مصرية فاعلة وأنا أذكر أن قلت لحضركم يوم من الأربعة وثلاثة اللي فات إحنا إزاي استخدمنا هذه الدولوماسية في حرب ستة وخمسي يود وطرع بعد الحديد من كيفة استخدمها وبدأ يبصر الرأي العام العالمي إن إزاي تلت دول يكتموا على دولة يعني زي مصر علشان ينفذوا عليها هذه العملية رغم أن أداء العسكري ما كانش بالكفاءة المطلوبة لكن كان فيه أداء إعلامي كان فيه أداء سياسي فاعل جدا خلال عالم كله يبصق على هذا العدوان السلاسي اللي نفذته إسرائيل وفرنسا وإنجلترا محتاجين يكون فيه تحرك يعني دبلوماسي فاعل تحرك إعلامي فاعل جدا إحنا مستواركين في القضيان الداخلية بشكل يعني بشكل مريب وبشكل بشع وفي الآخر يعني مش أنا خايف نصحى في يوم نفاجأ إن إحنا سيناء بتتسرق مننا محتاجين يكون فيه تبصير للرأي العام واستخدام الرأي العام الداخلي كورقة يعني داعمة وضغطة من أجل دعم القرار المصري ده يعني الخبر يعني الصادم اللي بيقول إن فيه قصف إسرائيلي على سيناء ده يعني أنا بعتبر ده خبر في ممتها الصدمة خبر يعني مش ممتها سهولة نروح للأخبار التقراضية الجمهورية في صفحة الثلاثة بتقول بتنقل عن مصر عسكري بيقول إن العملية نصر لن تتوقف إلا باستقصار الإرهابيين والعملية العسكرية شأن مصري ولن نحتاج إلى إذن من أحد ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في سيناء اليوم اللي هو يوم الاثنين يعني لبحث تطورات الموقف مع المشايخ يعني ماشي فليكن يعني لكن أنا شايف يعني خطاب إعلامي مستهلك خطاب ملوش أي معنى اللي مش محتاجين تدخل من حال ده يا جماعة حد نتكلم من النهاردة فيه استعدادات عسكرية في منطقة الخطورة بتتم على حدودنا الشرقية مع إسرائيل يعني إزاي هنتعامل مع ده يعني فين دبلوماسية المصرية فين الجيش فين 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 أشياء كسيرة جدا دي كلها أسلحة ماينفعش بالآخر أن احنا نلقي بالقرة في حجر قوات المسلحة ونقول هي دي أقوات المسلحة طبعا هي درع أساسي ودرع حامي لكن مش أقوات المسلحة بس أقوات المسلحة وكل مؤسسات الدولة يجب أن هي تقوم مشاركة في مواجهة يعني الموقف الخطير اللي في سيناء في الحقيقة الجمهورية في صفحة 2 في تحقيق صحفي متميز لزميلين الأستاذ مصطفى عبيدو أحمد العبد بيعملون العريش وبيترحوا وتسال بقولوا لماذا تأخرت عملية مدهامة جبل الحلال هما بنقولوا عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش بيقول أن تأخرت بسبب يعني حرص الجيش على تفادي سقوط ضحايا والتأكد من وجود الهدف دي أهم الأسباب وأن يعني بيقول يعني أنه كان فيه تأني وعدم مدهامة لأي مكان إلا بعد التأكد من وجود العناصر المطلوبة فيه تجنب الوقوع أي إصابات عن طريق الخطأ وتفادي سقوط نقطة دماء على أرض السلام وهذا الأمر متبع منذ ذات العملية النسر في الحقيقة ده يعني موضوع حتى الأستاذ مكر وحمد الحمد كان بياش هدبي يعني النهاردة القوات المسلحة هي بتنفذ عملية لكن هي بتهدف أن يكون فيه دقة في الرصد فيه معلومات سليمة وده كان مصار احترام يعني حتى يعني شيوخ القبائل في سينة ما يبلجوش لنفس الاسلوب الأمني بتاع حبيب العالي خش اضرب اعتقل عزب كسر اعمل واحدة حمل اضربها اجهدها كلام ده يقوله اللي هو أثار يعني استهاء أهالي سينة أي عملية في النهاية بتتم يجب أن يكون أهل المنطقة هم يعني يعني عايز أقوله ده هم دول ضهر الجيش بتاعنا هم دول ضهر يعني فرق الدول اللي بدعمه الجهد الأمني هي مش عملية هي مش قوة أمنية غاشمة هي قوة أمنية يجب أن يستخدم فيها شيء من الزكاء وبتقول إن تم ردم 135 نفع حتى الآن وإن دعم شيوخ القبائل للجهود الأمنية في سينة هو دعم بلا حدود وجاري استكمال ردم هذه الأنفاء يعني اتباعا طبعا هم 150 نفع بنكلم في 1200 نفع طبعا يعني لكن ربنا يقويهم ويستكملوا يعني ردم الأنفاء دي ويتم يعني تصدي لعمليات تهريب الأسلحة وتهريب السرار وتهريب البنزين المصر في المدعم اللي هو بيباع نهاردة في مصر بتسعين قرش دارة في دعوة من خزانتها ويروح يباع في غزة باتنين دولار أعتبارنا بيباع هناك بالسعر العالمي نتمنى طبعا إن هذه الهود يعني تستكمل الأهرام أيضا في الصفحة الأولى بتهتمل نفس المشهد أو نفس القضية وبتقول الأهرام مصدر عسكري إن العملية نصر مستمرة بكل حزم في سيناء وبدأ تدمير الأنفاق داخل الكتب السكانية في رفح والتحرير في الصفحة الأولى في يعني أنوان مهم يعني أنا ستطلعوا مع بعض بقول لقاءات سرية بين وفد من الرئاسة والجماعات التكفيرية في سيناء يعني أنا مش عارف طبعا اللقاءات دي بتتم إزاي هل دي لقاءات يعني معطلب بيها ولا في ناس متطوعين باعتبار أن هما في الرئاسة مع الرئيس المرسي والرئيس المرسي من جماعة الأخوة أنا مش فاهم يعني يعني هذه اللقاءات بتتم تحت أي مظلة أو تحت أي مسمى لكن يعني فيه لقاءات سرية التحرير بتتكلم عنها بين وفد من الرئاسة والجماعات التكفيرية في سيناء وفيه خبر آخر في التحرير بيقول مصدر أمني بيقول إن فيه أربع عناصر أفرج عنهم الرئيس محمد مرسي بعفو رئاسي شاركوا فيه هجوم رفح ده عنوان من التحرير إن فيه أربعة ممن أطلق صراحهم في العفو الرئاسي لرئيس مرسي جاي يعني بيقدموا أنه هو بقى رئيس بزيخ خلفية إسلامية أو يعني زيخ خلفية إخوانية الأربعة دول شاركوا فيه هجوم رفح الموضوع يعني أعتقد أنه هو أكبر بكتير من عفو رئاسي وأكبر بكتير من شخص رئيس الجمهورية ما احترابنا كامل لشخصه نحن نتحدث عن أمن وطن نتحدث عن أرواح شهداء يعني مش عارف أتمنى يكون فيه لجنة محايدة يتم تشكيلها تحقق في صحة هذه التصريحات اللي التحرير بتنشرها فيه صفحتها الأولى لما نتكلم إن فيه أربعة من من أفرج عنهم رئيس مرسي الشاركوا في عملية رفح ده كانوا فيه موضوع خطورة عايزين نعرف طب إزاي تم إطلاق صراحهم مين هم اللي أقدموا لرئيس مرسي الكشوف فيه ناس من الداخلية يعني أنا فيه النهاية فيه ملابسات مهمة جداً محتاجين نعرفها يعني الناس يعني على إيه الألية أو إيه الوسيلة اللي تم تحديد فيها الناس اللي سيتم إطلاق صراحهم بقرار رئاسي بعفو من الرئيس مرسي هل ده كان فيه دراسة أمنية هل ده كان فيه مراجعات للناس زي هل كان فيه متابعة لها طب اللي بيطلق صحة ده حتى نعرف لما يكون واحد مثلاً مسجل خطر أو واحد مثلاً كان بحكم عليه فضية وبيخرج بعد حتى ما اتمام العقوبة كان بالسجن أو يعني لمدة معينة أو شيء من هذا القبيل بيقع تحت مرابة ده يعني ده ألف به أمن وأنا مش رجل أمن ورى حاجة يعني ده مجرد معلومات عامة أعتقد أن أي يعني حضركم كله وتعرفوا المعلومات دي كلها أن أي حد بيكون خارج من جريمة جريمة سرق عدية واحد حرامي واحد حرامي غسيل واحد حرامي مش عارف بتاع وخلص العقوبة بتاعته بيكون فيه مرابة ليه بيكون فيه متابعة ليه وهكذا المسيح الده كلها أنا بتكلم عن عناصر ده مش واحد سرق في نيلة من على الحابل ولا سرق بنطلون ولا سرق أميس ده حم نتكلم عن عناصر يعني ليها خلفيات خلفيات سياسية خطيرة يعني وليها أراء تكفرية وليها أراء بتكفر المجتمع كله مش متكلم في قضية المسيح ومصر نحن متكلم في أراء تكفير للمجتمع كله واحد يكفر به أمه وبيأخد بينتزع أمه من إنها متعش مع وعدة تبراً نبوده رجل كافر أمه متعش معاه فالنهاردة أنا بتكلم العناصر دي هل فعلاً خبعت لهذه المراقبة وأعتقد أن هي بالأولى أن هي تخضع لهذه المراقبة مش تكلم في الحرام ولا بتكلم في اللسلق مش عارف إيه ولا الناشة الواحد ولا بتاعه من الراقبة حد نتكلم في عناصر لها يعني قضية سياسية ده إجرام سياسي هل خبعت للمراقبة طب هل أصلاً خبعت لفكرة كيف يتم إطلاق الصراحة وماذا بعد إطلاق الصراحة ولا هداك أنا عربون محابة كده بكارجو مهوري ومش مهم يحصل ليحصل اللي يحصل اللي بتنشره التحيير كلام في منطقة الخطورة مطلوب أن يتم التحقيق فيه مش محتاجين التحقيق زي كان يتم في عصر مبارك النهاردة كل الأجهزة الرقابية اللي بيكشفوا الفساد ده كله طب ما كان موجود ما يام مبارك ولم يجرؤ أحد في النيابة العام ولا في الرقابة الإدارية ولا في المخابرات العامة ولا في أي جهة سيادية اللي النهاردة عمليه نفسهم أبطال وفاتحين صدرهم ولا كم نكتشف وكلام ده ما كان موجود من زمان لكن على أيها الحوال ما كانش حد يجرؤ أياه مبارك لا في النيابة ولا في أي جهة قضائية إن هو النهاردة يحاكم النهاردة طريق الصحرات العسكندرية اللي كان يتخذ كله كده بوضع اليد وبنتكلم عن الصفقات والفلوس اللي برة والفلوس اللي جوه وحاجة كده غريبة يعني النهاردة لبنكتشف يعني الفساد اللي كان موجود في عصر مبارك ما أكانش حد يهجرؤ هل النهاردة إحنا مازلنا ما زلنا بنتعامل بنفس أليات عصر مبارك ولن يجرؤ أحد من الرقابة الإدارية أو من جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية وما أكثر من الأجهزة أو يعني النيابة العامة والنيابة الإدارية أو أموالها العامة وجهاز الكسب غير المشروع دي كلها أجهزة رقابية في المجتمع يعني هل في النهاية هذه الأجهزة محتاجة ثورة جديدة عشان تكشف لنا أن كان فيه خطأ في اتخاذ قوار معين أعتقد أن ده ما ينفعش الشعب اللي الآن بصوره 25 يناير يعني مش هيرحم أي مسؤول سيتقاعص عن عدد دوره وأعتقد حضركوا تذكروا أنه كان فيه أحد ضباط الرقابة الإدارية ضابط برد مقدم وضابط سابق بخرج من الخدمة قدم بلاغ في النيابة العامة بيتهم رئيس جهاز الرقابة الإدارية بتسطروا على فساد وأنه هو ساب زكري عزمي 40 يوم يحرق ويفرم في ملفات داخل رئاسة الجمهورية بحيث أنه هو يخفي فيها جرائم أسرة مبارك وبيتكلم بقى عن أن كان فيه كاسير من الملفات اللي احنا النهاردة بنحاق فيها دي كانت معلومة وموجودة في الأدراج وكانت موجودة جهة أجواء تلاجة وكانش يبيتم إخراج هذه الملفات إلا ساعة اللزوم أو ساعة ما يكون مطلوب أن هم يتخلصوا من حد معين يطلعوا له ملف بتاعه أعتقد أنه ده أمر يجب أن ينتهي نحن نعيش في دولة قانون أو يجب يعني أتمنى ذلك أن نحن نكون بنعيش في دولة قانون يحاسب الإنسان لا أحد فوق القانون من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر يعني موظفه ما فيش حاسم أصغر ما يصحش نقول أصغر موظف في مصف في النهاية فيش أصغر وأكبر فيه مواطن أمام القانون سواء كان رئيس جمهورية أو كان وزير أو كان موظف فأصغر أو في أي وحدة محلية يعني مفيش حد أعلى من حد رئيس الجمهورية هو ماش أعلى من حد كلنا مواطنون يجب أن يسري القانون أن القانون هو الذي يحكم ويسود في المجتمع ده إذا كنا فعلا عايزين أن نحن بنتكلم عن ثورة مدى ما الدكتور عسام العناء قاعد يتكلم في مسيح المسلم ويقول لك ده كانوا مسيحيين ومسيحيين بقى يعرفوا أنه حجوم قد كده ده ما كانوا شو مسيحيين ده كان محمد أبو حامد معروف يعني هو الرجل تيطر على الفضيات ماش محمد أبو حامد مش محمد جرجس ولا محمد حن الله بحامد يعني يعني ما هذا يعني ما زلح إن نختفي القضيانة في هذا الجدل العقيم زي الجدل البيضنطي التي كانو قاعدين في الدولة البيضنطية كهنة الكوستنطينية الدولة البيضنطية قاعدين بيتناقشوا هم الملئكة الزكور ولا أناس في الوقت اللي كان محمد الفاتح وقف بجيوشه على أبواب الكوستنطينية بيدكوا حصون الكوستنطينية وهم مستواركين في هذا الجدل البيزنطي هم ملك دراجل ولا ست انحنا نرضى احنا في حالة شبيهة بهذا الجدل اللي نكلم في مسيحيا ومسلم مسيحيا ومسلمين ده احنا فيه غرق ده فيه مصيبة في سينة بتاعسن يا جماعة فكروا في سينة فكروا في البيعس فكروا في الغرق اللي بلد فيه فكروا في الأزمة الكوستنطينية احنا فكروا في مشاكل الناس اللي مش لقين علاجه مش لقين ناكله مش لقين نشربه والنهاردة دخول الشامعة دي بيقولك ان عجز الموازنة 135 مليار 135 مليار جن مصر عجز الموازنة ورئيس حزب الحلوية ده اللي هم مفترض ان هو اكبر حزب في مصر او الحزب اللي هو الاغلبية في برمان المنحل وفي مجلس الشر الحالي اللي هو لسه من حلش بيقولك مسيحيا ومسلم يعني اعتقد يعني ثقافة المكايدة او فكر المكايدة في يعني في الحديث مع بعض ده يجب ان ينتهي يعني ده كان ملفنا الاول هو ملف ما زيعته في سينة ننتقل الى الموضوع التاني في حلقتنا النهاردة هو موضوع دستور مصر الجديد تقريبا لجنة الاسية وجمعات الاسية تقريبا كادت او او شكت على الانتهاء من مسودة الدستور الجديد الاهرام في الصفحة الاولى بتطلعنا ابو خبر بيقول عرض مسودة الدستور على الجاليات المصرية في الخارج طبعا واضح ان دي طبعا مكافل بقى جهد يعني الناس قاعدين ليل النهار شغالين صبح وظهروا ليه بيسبقوا الزمن هما من ناحية بيسبقوا احكام قضائية متوقعة بحل الجامعات الاسية تانية قاعدين في فندق شيء برضى كده يعدوا وخبارك ومجل الشراء بيفرضوهم المكان بيفرضوهم الجلسات والكلام ده كله يعني ليل النهار طبعا الناس يعني منحقهم بعد ما قاعدوا كالشهرين 13 الشفاء دول بيحطوا في الدستور الجديد انهم برضو يطلعوا في بح بح نفسهم شوية كده فهم اتفقوا ان الدكتور محمد بلتاجي وعفتاح خطاب هيروحوا السعودية ومحمد السعيد هيروح لندن وعدد اخر هيروحوا الكويت والامارات وفرنسا وفيه ايمان نور وعمر عبدالهادي ودعود الباز وصفة ودكتور صفة البيضة غير سنائية الانجليا هيروح امريكا علشان يعرضوا طبعا واضح احنا برضو في وفود واخر تروح برضو اوروبا يروحوا فرنسا والمانيا والدول الاوروبية فهي جولة طرفيهية تحت مسامة او تحت غطاء عرض مسودة دستور على الجاليات المصرية سيتم في الخارج بهدف تغيير الجو وارضو في الاخر يقولوا احنا منعود دستور يعني ايخي قبل ما تعود دستور على الجاليات وعرضوا على المصريين الجوه البلد ده المصري برضو اصبع انا مكسوف اقول اعرضوا على الجاليات المصري ده احنا عايشين في مصر وانا نشعر ان احنا كأننا جالية مصرية جوه بلدنا يعني كلمة جالية دي لا تستخدم الا في وصف المغترب جوه بلد اخر يعني لما نقول مثلا ان الموجودين في المغر عدد مثلا المصريين في المغر 500 واحد مفيش مصريين كتب في المغر 500 واحد دول يمثلوا الجالية يعني عدد المصريين المغتربين في المغر او المغتربين مثلا في فرنسا بنتكلم مثلا مش عارف في 600 الف بنتكلم حاجات زي كده نقول الجالية أنا مش عايز أقول اعرضوه على الجاليات المصرية اللي جوه بلدها النهاردة المصر أصبح المصر النهاردة أصبح يشعر وكأنها مغترب داخل بلده وكأنه جالية جوه بلده حاس إنها مش بلده خلاص اعرضو الدستور على على قطاعات الأعمال وعلى النقابات يعني هل النهاردة مع احترام الشديد للجهد العظيم يبزلوه وره مصر والكلام ده كله بتاعنا هو الدستور ده في الأخير بيخاطب مين؟ بيخاطب المصر اللي قاعد على أرض البلد دي أنا عندي النهاردة واحدة وتمين أو ثلاثة وتمين مليون مصري قاعدين جوه على أرض البلد دي يعني في النهاية المصر اللي موجود بره مصر هو إما مغتالب هو إما مهاجر هجرة دائمة أو مهاجر هجرة مؤقتة هجرة دائما هو خلاص راح أعن وخال جنسية وجوز وخلف عياله هناك واستقر وبقى له بيت هناك ووظيفة والشغل وكل حاله هناك في النهاية هو صحيح مرتلط ببرد وكل شيء وأنا لا ومنع إطلاقه فأني وقرب عليه دستور واطنه من منطق ربطه بالبلد ومن منطق إنه هو مهتم من كلام ده كل بتاع لكن في النهاية الدستور ده في المقام الأول بيخاطب المصر لا أقوى البلد المصر اللي قاعد هنا اللي هيطبع عليه قوانين هنا لم يتكلموا النهاردة عن حبس الصحفيين بيتكلموا على جوه مصر هنا مش الكلام عنه بره يعني فالنهاردة حين يتم تبديد جهد وتبديد أموال بهذا الشكل وهيطلع يعملوا بقى باعثات في الخارج في أوروبا وفي أمريكا وهنا وهنا وفي السعودية عشان اللي عايزوا رحي عمل عمرة في السعودية فأي منها برضه يعني إيه حج وزير حج واتجار وما يعرفش بيسمى واتجار سبح وكلام ده كله يعني أعتقد منذ بأولى لما ننتهي من عرض هذا الدستور لذلك إن دي مكافئة يعني مكافئة جهد بوزل معين من خلال يعني سفريات أو إلا هاي طلعوا يغيروا جو يصيفوا يعني أهو برضه يخرجوا شيئا من الحالة الكئيبة الأيام الكئيبة اللي شايفوها هما بيحطوا الدستور الوافد في الصفحة الأولى بتقول في خبر الإسلاميون يجاهدون للنص على حبس الصحفيين في الدستور الجديد والإخوان والسلافيون بيقولوا حق النقد مباح بما لا يخالف شرع الله أنا أقترح إن إحنا السميد والسول ما لا يخالف شرع الله يعني يعني هو كان طبعا في أسناي القسم في مجلس الشعب بيقول لك مش عارف بيحلف بيقول لك بما لا يخالف شرع الله هو بيقول الخبر إن فيه اتجاهين جوه لجنة الحريات اللي هي المنبسكة عن الجماعية تأسية فيه اتجاه بيقول لك آه إن طبعا حريات الصحفة ده شيء مكفول وما ينفعش نصدر الصحف لكن ما ينفعش يا جماعة بيكون فيه خطف الأعراض أنا أتحدى واحد يجيب لي يجيب أتحدى وأنا الكلام بقوله هو اللي هو مع حضراتكم أتحدى واحد يجيب لي الجورنال في مصر بيخطف الأعراض يعني أنا مش عارف هما هي فزاعة بيحاولوا يستخدموها ضد الصحفيين في المجتمع يقول لك وطبعا ما ينفعش يكون فيه خطف الأعراض وليمكن تسمح فيما يتعلق بالعرض والشرف والصمعة وأنه إذا كان حق النقد مباح فإن هذا الحق يجب أن يقيد بما لا يخالف شرع الله والقذف جريمة حذر منها الإسلام كمحذر من الفتنة يعني مش عارف يعني كلام فضفاض وعام يعني وهو النهاردة لما احنا بننتقد النهاردة هتوجد أي جورنال في مصر تلكم الجرد الكومي يعني فيها طبعا مساحة نقدة لكن لها سائفة معين خلينا نتكلم النهاردة على كل الجرد الخاص هل في حد يخطف الأعراض ممكن يكون فيه نقد خارج ممكن يكون فيه أهانة مواجهة لكن هل النهاردة من موجه ووجهة لهم تهمة أهانة الرئيس سواء كان الإعلامة وفي عكش أو الزميل الإسلام عفيف هل كان فيه خطف الأعراض كلمة الخطف الأعراض كلمة خطيرة يعني يعني دي كلمة في منطقة أقول خطف الأعراض يعني أنا أتحدث في أمر خطير أتحدث في أعراض أتحدث في شرف أتحدث في سلوكيات شخصية وهذا الأمر أعتقد يعني أن إحنا كصاحبي مش موجود أساسا يعني ما جرد مع حضراتكم وحضراتكم تنزلوا عند أي بياء هدتوا أي جنان في مصر وأتحدى ومكافئ عشر تلاف جنيه مني لا أحد يجيلوا جنان فيه خطف الأعراض مين بيخطف الأعراض أحدش فيه خطف الأعراض يعني يعني لكن يعني هي واضح أن هي كلمة حق طبعاً وكلما نفخه فيه أعرض هي كلمة حق وربيها باطل هو الهدف منها الإبقاء على عقوبة الحبس على الصحفيين وبقوله ونغمه طبعاً أن الرأي العام رحب مشروع القانون أو القانون اللي اعتمد الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر لكن إحنا مصورين على أن يكون الحبس هو عقوبة من عقوبات النشر يعني مشاكل النشر فيه رأي آخر بيتبنى الطيار الليبرالي جوة جامعات الأسية بقول لي إحنا جماعة ما ينفعش إحنا يجب يعني في كل دول العالم تم إلغاء عقوبات الحفز وأن يتم الاستعادة عنها بغرامة مالية وتكون غرامة مالية يعني برضو أتمنى برضو الطيار التاني اللي بقول غرامة مالية داي يتكلم برضو غرامة مالية تتناسب مع المجتمع المصري يعني ما تجيش مثلا تقول لي أصلي كان في جريد مش عارف في الديلي ميرور في بريطانيا بيعطونا نهي دي من الجراد الشعبية كانوا غرامة واحد ناشي عارف إيه عشرين ألف سرليني ما تيجي الترجم عشرين ألف سرليني دي يعني بتتكلف في 200 ألف جنيه مصري طيب النهاردة شوف مستوى داخل الصحفي في الديلي ميرور أو في الجاردين أو في الاندبندنت أو في أي جوردان في أوروبا واخد مال حراكه ويحسب مستوى الغرامة لمستوى داخله يعني النهاردة ما يصحش يكون الصحفي اللي بتعين بيردأ مرتابه بمتين جنيه واجه أقول له أكلمك فغرامة عشرين ألف جنيه يعني يعني ما هو برضو في النهاية نتكلم عن هيكل أجور هيكل أجور الصحفين في مصر هو هيكل شديد تدني هيكل في شديد يعني في الوقت إن احنا كنا بنوثل مثلا الفئة التانية أو تالتة في هيكل الأجور نهاردة بنوثل في دل القائمة اعتقد يعني تلاتة عشرين عشرين فهيكل أجور في مصر النهاردة يعني بدون محدد يعني يعني وقد يكون موظف الحكومة النهاردة بعد كل إزالة اللي أخدها هو مميز عن الصحفي فأشياء كسيرة جدا يعني فيعني اللي بيكلموا برضو إن هم عايزين يستعيد وبدأ بالغرامة يجب أن تكون الغرامة تتناسب مع مستوى الدخل الصحفي وهو دخل يعني شديد التدني بشكل عام يعني الأغلب الصحفيين الأهرام في صفحة أربعة يعني السازة ملوح الولي نقيب الصحفيين يعني بيكلم وبيقول إن سيتم تقديم مشروع بتحويل مواد حبس الصحفيين إلى الغرامة لوزارة العالم يعني هو هيقدم مشروع قانون بس مش عالف طب يعني مشروع قانون ده يعني يعني فيه تجاه في الجامعية تأسية إن هم عايزين يؤصلوا لفكرة حبس الصحفيين في الدستور إحنا بيكلم رغم طبعا دي مش مهمة الدستور يعني هل الدستور ده بيكلم في أحكام عامة الدستور ده أبو القانون لكن هو يعني هو واضح إن هو حتى هنا في الجامعية تأسية هم عايزين يعملون عملية تأسيل دستوري لحف الصحفيين رغم طبعا ده ما يصحش يعني منصف الدستور بيكلم عن أحكام مبادئة عامة شكل الدولة هيكل الدولة مقاومات الدولة نظام الحكم علاقات المؤسابة المختلفة بعضها أما مسألة الصحفيين يتحبسوا لما يتحبسوش دي مسألة مفروضة إن دي مرضها للمشارع القانوني مش المشارع الدستوري مشارع القانوني اللي هو أجوة بردمان سواء كان شعب أو شورة كلام ده كله فهو السيد المدوح الوالي بيقول إن فيه مشروع قانون باستبدال مواد الحبس بالغرمة يعني هو يتم التقديم من قبط الصحفيين لوزارة البعد أكدا في الأهرام في هنا تحذيرات من المساس تحذيرات من المساس بالمادة التانية من رضو الصور وفي هنا كلام يعني على سيد مصرر حمد المدح المراغي رئيس السوك المحكمة النقد ومجموعة من الخبراء وأعضاء جامعية الأساسية بقانونيون بيقولوا إن تعديل المادة التانية أو تغييرها يهدد السلم الاجتماعي يا سلام يعني كلام خطير السلم الاجتماعي لمصر معلق على المادة التانية وكأن المادة التانية دي هي دي اللي بتحمي السلم الاجتماعي لمصر طيب أنا بكرة بإذن الله وده وعدة نقوله النهاردة مع حضراتكم وأنا طبعا وأنا بتابع جرائد ما كانتش معايا بكرة هجيب لحضراتكم حوار منشور مع المستشارة نوها الزين أنا يمكن يعني بحكم من شغل المستشارة بحريس سنة يكون عندي أرشيب خاصة بي بيحب كده ياخد بعض الحاجات اللي بتهميني من الجرائد رغم أن هي عملالي أزمة شديدة في بيتي وعندي حالة يعني عندي أزمة أماكن رهيبة في البيت من قطر ما أنا قاعد بحتفظ بجرائد وبشير في جرائد وجرائد من سنين ومجلات من سنين عملالي مشكلة رهيبة لكن يعني الحمد لله برضو لها ميزة اكتشفتها هون نهاردة بكرة هجيب لحضراتكم رأي المستشارة نوها الزيني في المادة تاني من الدستور ومنشور وموسك فيه صحيفة الأهرام ويبتكلم عن خلفية تعديل هذه المادة وإن هذه كانت رشوة سياسية أولا هذه المادة لم يكن لها أي وجود مقابل تعديل سنة الثمانين اللي كان عمله الأنورساد هذه كانت رشوة سياسية من الرئيس الراحل الأنورسادات للقوى السياسية في مصر من أجل أنه هو يداعب مشاعرهم الدينية نتكلم عن المادة التانية في الدستور بوابعها الحالي اللي يتم تأويله وتفسيره كل أحد يقوله حسب ما يراه يعني في النهاية لو واحد يقولك لا يعني لا إزاي ده الإسلام بيكفل طبعا يعني حورية العقيدة وحور ولو ممكن يجيلك واحد تاني لو حبي يفسره تفسير آخر من وجهة نظر وممكن نهارده عشان يقيد فكرة دور العبادة يقولك لا ما ينفعش إزاي ده مصر دولة إسلامية زي كيف ندو دور العبادة ولا يقوموا دور العبادة في ظهر الإسلام واحد نهارده بيتكلم عن مستشارة هاني الجمال عايزين يشيلوها من عضويتها في المحكمة الدستورية العالية ويقولك دي واحدة ست والشريعة لا تعترف فأنهارده يعني دي مادة في تفاوضة هذه المادة تم تقدمها كرشوة سياسية من الرئيس الرحل الأنور السادات من أجل تمرير تعديل المادة 77 من الدستور لنهي تتكلم عن مدة ولاية الرئيس عن عدد مدد ولاية الرئيس المادة 77 لغاية السنة الثمانين في دستور 71 ما لا يعلمه أحد ودي خلفية الخيال النهارده كله صغف على دستور دستور 71 دي لم يجعله كان فيه مواد مهم مواد في منتهى الجمال ومواد في منتهى يعني أنا مش عايز أقول يعني ما احنا مش نخترع العجلة يعني ما هو في النهاية دستور لهم قومات سابتة في دستور 71 اللي عدله سنة سنة الثمانين بيقول في المادة 77 من الدستور إن رئيس الجمهورية ينتخب لمدتين فقط الرئيس السادات عدلها في تعديل سنة الثمانين وقالك لمدت أخرى وعملها لمدت أخرى من أجل أنه هو يمرر هذه المادة بقوة سياسية ما تعرضوش فيها بدأ يوم هو يلعبه المادة تاني من الدستور والكلام دا إلهي المتشارة نوهي الزيني وأنا بكرة بالتفصيل هجيب الحوار دا معايا هو أرائي لحضراتكم فلي بيقول لك مأساس بالمادة التانية من الدستور يعني واضحنا نتكلم عن لغم دا نحن مشكلف في مادة نتكلم في لغم دستوري غير قبل الاقتراب على إيه لحوال إذا كان هذا اللغم غير قبل الاقتراب خلاص أصبح موجود ما حدش يقدر يشيره يكون فيه بقى مواد أخرى تنصص صراحة على حقوق غير مسلمين في الدستور وأعتقد أنه ده مطلب عادل يعني إذا كان فيه مادة خلاص دي مادة بترضي الشعور العام أو بترضي الشعور الديني أو الشعور يعني الكلام ده يعني يكون فيه نحط المادة التالتة وكان فيه أربع مطالب للكنيسة في دستور لجنة دستور 71 أن يتم النص على الكنيسة المصري باعتبارها مؤسسة وطنية يتم النص عليها في الدستور طبعا المطلب ده الرفض أن يتم الإكرار بمادة دستورية إكرار إكرار فكرة حرية العبادة وإقامة دور العبادة بنص دستوري حتى لا يخرج علينا متنطع يقولك لا ما يتقومش كنائس علشان المادة التالية بتقولك كذا يعني وهو هيفسرها مزاجه وأن يتم إكرار فكرة أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وقال لا يتم التنصر من من الالتزمات الأسرية في حالة تغيير أحد الزوجين للدين وفيه بند رابع أنا كنت جبتها في الدراسة بيتكلم يعني عن بعض المطالب اللي هي الخاصة اللي كانت يكن ستراحتها فأعتقد إذا كان هناك لا مفرد من الأفكار على مادة دستور أيضا يتم النظر في مثل هذه المطالب بحيث أن هي يتم تضمنها لأن فكرة يعني هي المسألة مش مسألة السقواء بغلبية بأكسرية عددية في مواجهة أقلية وأقلية بتردخ وأكسرية بتفرض لا يعني مفيش دستور في الدنيا بيمشي بالشكل ده الأهرام في صفحة 4 هو النهاردة تم انتخاب المستشار غبريال عبد الملاك رئيسا لمجلس الدولة في الحقيقة المستشار لمجلس الدولة أصدروا بيان للجامعية العمية لمجلس الدولة أن هما بيرفضوا فكرة قانون القضاء الموحد المقصوب بدمجه مجلس الدولة مع هيئة قضايا أخرى بيقول أن المجلس الدولة ده هيئة قضايا مستقلة وإحنا بنرفض القانون القضاء الموحد والأهرام في صفحة 4 في مؤتمرات جمهرية الأحزاب الطيار الثالث حول الدستور ودي الأحزاب اللي هو المصر الديمقراطي والتحالف الشعبي وحملة عمر موسى يعني ده كان أهم ملافين ملاف الأقوة من ملاف سينة ملافة ثانية موضوع الدستور الجديد وزي ما حركوا شايفين في فصحة عملوها الأوروبا وأمريكا وفي بقى تحذرات وفي مساس من مادة تانية ومحدش يمس مادة تانية أو حد يقرر أو حد يلمس حد الشي يجري حسن هوب لو لجيت نحيتها هتفرع هو الشك وعايزين يحبسه الصحفيين ويعني حاجات كده يعني مش عارف ربنا يسر هو ده الجدل اللي احنا عايشين فيه على إيه الأحوال في معنا طائفة أخرى من الأخبار يعني الخبر اللفت نظري في صفحة 3 في الجمهورية هو الخبر اللي يقول قطار قنديل يطيح برئيس السكن الحديد اللي حاصل دكتورنا الشامع نديل كان ركب قطر يوم السنة الفات رقم 917 راحة سكندلية فوجه أن التكييف معطوع طبعا إزاي يقعد مع رئيس الوزراء قعد مع وزير النقل المهندس محمد رشاد دكتورنا حمد رشاد المتيني طبعا على فور صدر قرار بقالة المهندس هاني حجاب رئيس السكن الحديد وعادة المهندس من صفحة إيناوي مرة أخرى قال لرئاسنا يا سكن الحديد طبعا يعني رب نظرت النفع أنا أدعو ربنا وأتمنى يا رب الكهرباء تطعى دكتور الشامع نديل يا رب الماء تطعى دكتور الشامع نديل إذا كان الدكتور الشامع نديل ركب القطر فلما التكييف قطع حصل اللي حصل ده كله فأنا أدعو الله أن تنقطع الكهرباء عن بيته الدكتور الشامع نديل وأن تنقطع المياه بذلك الماء ده ماء أهم الكهرباء يمكن الكهرباء ممكن نستحملها شوية لكن الماء دي صعب أوه في الصيف أن تنقطع الماء في لامسك اللي مش عارف تخش الحمام ولا عارف تعمل أي حاجة وقاعد مش عارف تخرج من بيتك عايز تاخد تتشطف ولا تاخدش ولا تخسل وشك حتى مش لاقي ما تخسل وشك فيعني ندعو الله أن يعني زي ما الدكتور الشامع نديل يعني عانى من انقطاع التكييف في الصيف الحارق وركب القاطر لغاية تسكندرية وحس بقى والقاطر إيه ده ده مش قاطر عادي يعني لو قاطر عادي هنفتح شباك كده ولهو هيخش هيلقاطر برضه مع حركة القاطر لكن ده حنمتكلم في قاطر كده مكيف فأصلا القاطر ده ما فيش فيه شبابيك ممكن تتفتح يعني صوبة يعني دكتور الشامع نديل كان قاعد في صوبة يمكن الأستاذ كبير محمد العزبي في الصفحة الأخيرة من الجمهورية يعني هو بيشاركني وبيقول الحمد لله أن تعطل تكييف القطار الذي استقله رئيسي الوزراء في طريق قد الإسكندرية فيعرف قدر المعاناة وأن توقف التكييف هو أقل لما يجب وأن الركاب على حق عندما ينسلهم رحية المتنادي طبعا الدكتور الشامع لما حصل ان التكييف اتعطل ده ما اكتفاش كمان إن هو يعني حراكه لما التكييف بتعطل بتروح تسرد حيث ما فرق التكييف التكييف مثلا تمانا مثلا 25 جنيه أو 30 جنيه تزل المحطة بتعمل بتبلغ التكييف كان عطلان في قوم يرجع لك مثلا 4-5 جنيه فرق التكييف لا ده اللي حصل دكتور الشام نظر طبعا لديك هاترحلة مش عادية ده الدكتور الشام قاعد في القطر فأمر بإن ترجع كمسة التكييف بالكامل يعني التذكرة بالكامل ترجع للركاب والأستاذ العزة بيقول ينصرح الحال إذا عرفنا سوء الحال كلمة مهمة جدا يقولك ينصرح الحال إذا عرفنا سوء الحال وتوقف المسؤولون عن التصريحات وبدأنا الإصلاح مع توفير الإمكانيات والميزانيات والحرص على الصيانة واحترام الركاب على الأقال نعتبرهم زبايا دائما على حق وبيكلم الأستاذ العزة أيضا على الزيارة المفاجأة اللي قام بيها الدكتور الشام لإيه لإسم شرطة اسم شرطة اللي هو كان راح اسم شرطة إمبابا يعني هو كان راح آه إمبابا يعني وبعدين بقى الشيء الغريب اللي بيلفت نظامة فيه الأستاذ العزة بيقولك أنه لما راح اسم شرطة إمبابا وبدأخلى كده يحسز زنزين حتها وحشة كده وفيه سوق معاملة لجماعة المسجنين دول على الفور في عز الليل على الفاجل السنع مدير الأمن بيقول إن الكلام ده أيام العدلي ما كانش حد أيام العدلي يده يتخطى الوزير يعني ما كانش يقدر رئيس الوزراء ينزل يخش يعمل كابسة كده على أي اسم شرطة ويجي مدير الأمن من أفهاب اللي كده هو وكان العدلي لا يقبل أي توجهات ليه إلى مرئيس الجمهورية مش أهل مرئيس الجمهورية ولا رئيس وزراء حتى ففي الحقيقة يعني هو استاذ عمدير الأمن وبيقول طبعا إن دي كلها زيارات كويسة بقول لك لا يعني ذلك أن زيارات قويسة الوزراء لا تفيد المهمة أن تستمر وتبقى على جدياتها ولا تتحول إلى استعراض وترائف وبيقول هل عدد الدكتورة الشرطة المقديل من أسكنديل وبيتسأل بقى السيد العزو بقول يعني طب الدكتورة هشام لما راح اسكنديلية بالقاطر والتكيف تقطع هل بقى وهو رجع رجع في القاطر ثاني ما اعتقدش أنه ممكن يكون رجع في القاطر مرة ثانية يعني ندعو الله أن تنقاطع المياه عن بيت الدكتور الشرطة المقديل مش عشان إحنا بنحبوش لا والله بنحبو كل حاجة بس يعني ربما ده يعني يوصل صوتنا رئيس الحكومة فرئيس الحكومة لما يحس أن المياه قطعت عن بيته ولح يبقى الجحيم في البيت فربما ده يكون فيه وسيلة أنه ممكن مثلا يكون لرئيس شركة المياه زي ما حسنا في قري سانسافتي في المنوفية ويشوفوا العذاب اللي ناشى فيه والنهاردة فيه تقير في منتهى الخطورة قاله وزير الصحة هنرى مع بعض برضه عشان نعرف يعني أن الكذب ده صناعة حكومية يعني فأيضا في الجمهورية الصفحة الأهرام في المنشد الرئيسي بيتكلم عن زيارة الرئيس مرسي اللي هي هتكون بكرة يوم الثلاثة يعني للصين بقول سبع مشروعات كبرى أمام القمة المصرية الصينية محطات لتوليد الكهرباء وتحية المياه وصوامع لتخزين القمح واكتر فيها كسرعة الرئيس يلتقي الجالية المصرية بالصين للإستماع إلى مطلب ومكترحتهم وبعدما الرئيس مرسي يخلص زيارته للصين هيروح إيران وقت الحلقة تقريبا شبه انتهى أنا بس عندي خبر مهم جدا عايز أقوله إن الوافد في الصفحة الأولى نشر خبر مش مهم يعني يعني نعدي الخبر ده أنا في عندي خبر عن وإحنا معنا وقتها دا يا جماعة في الحلقة عشان نقدر نشوف طيب معنا يعني دقيقتين في حبار مهم الأهرام عملاه مع اللي هو أحمد جمال الدين في صفحة خمسة هنرى عنه بسرعة اللي أحمد جمال الدين بيتكلم عن الفكر تكفيري بيقول إن مصر تعاني انفلات سلوكيا والفكر الإهابي يتمدد وبيقول تأمين المنشآت سنتركه للقطاع الخاص من خلال شركات أمن خاصة ونعود للأمن المهم لتأمين الشارع العفو عن أصحاب الأسلحة غير المرخصة بشروط إنهم يروحوا يسلموا الأسلحة وإن الدولة معندهش مانع إن هي تلخص لهم السلاح والأفكار التكفرية عادت للزحف علينا مرة أخرى وضابط النيل سيتي عاد إلى بيته متهما بالقاتل العمد يعني الراجل وقف بيأمن بيواجه 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 تلقاتل العمد وتطهير الميادين أولا من البعاء الجائلين ثم الشرع الرئاسي على مراحل وجول الفريضة الغائبة لعودة الأمن تعاون الناس وإعلام نزيف في الحقيقة أنا حاس أن الأمن فعلا بدي أشياء الكويس يمكن أنا نهاردة كنت في برسعيد وأنا راجع من برسعيد فعلا نلاحظ على طريق الصحراوي فيه يعني فيه تواجد أمن كويس جدا معقول يعني فيه أماكن متقطعة فيه تواجد للدوريات ده شيء كويس فيه تفتيش على العربية وده ميزعلش أي حد لم يجوا الضبط مري وقافك وقال لدي الرخصة ده حق أنه يشوف الرخصة وفيه تفتيش على العربية ليه ماشى يعني بدون لوحات وده شيء طبعا يستحق يعني دعمنا كرأي عام وكمواطنين وكإعلام وفيه عندي حوار مهم الفنانة الجميلة إلهام شهين فيه حوار خاص بتنفري بالجمهورية معاها من ألمانيا بتقول إن إهانتي لن تكل عن إهانة رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية مهم مواطنة وأنا مواطنة فإن كان رئيس الجمهورية فيه إعلامين بيحاكموا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية أنا أهنت من خلال أحد الشيوخ في أحد الفضائيات وأنا إهانتي لن تكلش عن إهانة رئيس الجمهورية بتقول أبدا لن نكون ملتشة لن نكون ملتشة للإخوان والسالفيين والفنانة إلهام شهين بتقول قضياتي تصل للمحاكم الدولية ومع الفنانون من لبنان وكويت وأقول للشيخ اللازق وظفني وأهناني أنت تريس شهر على حسابي حددوني بالقتل ولكنني لا أخشى إلا الله والسنوني انتظروني في ألف ملونية في حياتي أنا توقفت هي واضحة الفنانة يالهام شهين كانت منفعة جدا بتقول في حوارها بتقول وتقول يالهام شهين أستطيع على الشيخ اللي كان يجيه في إحدى كما بتقولك أستطيع أن أرد عليه بألفاز أكثر منه كلام دي بتقوله في الهام شهين في الجمهوري بتقولك أستطيع أن أرد عليه بألفاز أكثر منه ولكنني أترفع أن أصل لنفسي أن أصل لنفسي لنفس المستوى الذي وصل إليه وأنا أعرف أسيب أنا أعرف أشتم كويس وأشتم وأجرح بتقول أنا أعرف أشتم وأشتم 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 وأسيب وأجرح ولكن أنا متربية وأعرف ما هي حدودي وديني وتقاليدي وأحترم نفسي والآخرين وإذا كانت الحكومة تغلق قنوات وتمنع صحفيين من الكتابة بتهمة إهانة الرئيس فأنا إهانتي لأتأكل عن إهانة الرئيس والله أنا بوجه التحية للفناء الهمشين نفسي كل مواطن يكون إحساسه بكرمته زي إحساس رئيس الجمهوري بكرمته فيش حاجة اسمها مواطن أقل من مواطن كل أنا مواطنيين أنت مواطن بتدفع درايب بتخش الجيش كرمتك زي كرمت رئيس الجمهوري لأنك لأنا مواطن مصر له الحق وكرامة وكرامة الرئيس مواطن وأنا مواطن وأريد منه حقي فأنا رمز وقيمة رفعت اسم مصر عاليا ولديها سنوات تاريخ فني ده كلام الفناء الهمشين هو كلام في منطهر قوة بتقول إذا كان هو بيشتم أنا عندي لسان وبعد رشتم وقدر رد عليه وده مسألة يعني ما فيش كلام في يعني إحنا هنختم خلاص لكن هو بس فيه خبر مهم إن النهاردة كان فيه محاكمة قتلة الشهيد أحمد حسين عيد في السويس فحصل مفاجأة غريبة في القضية بتاعته إن الدفاع بتاع المتهمين يعني مع شعائلهم متحركة تعاطفوا مع والد الشهيد فدفاع المتهمين انسحبوا تعاطفا مع والد المجن يعني له هو الشهيد أحمد حسيني له هو الشهيد التطرف الدين في السويس وفيه خبر في التحرير عنوان بقول والد قاتل السويس بقول إن فيه شخصية إسلامية عرضت علي مليون جنيه دي للتنازع القضية والله ولا مليار جنيه ما تعوضك عن دم ابنك وإوعى تتنازل لأن اللي حصل ده شيء في منتهى يعني مش أقل شيء أقول إلة الأدب في يعني في الحقيقة دي الأخبار اللي عندنا النهاردة يعني عشان وقت الحلقة هنختم جولتنا النهاردة بالكاريكاتير عندنا الكاريكاتير الأول في صحيفة الجمهورية في صفحة 12 في الجمهورية الكاريكاتير واحد قاعد مجبس يمين وشمال ورجل مجبسة وقدامه عسكري بيسأله تانيه بيعمر محضر عن الحادثة فبيقول له الصورة هي على الشاشة الكاريكاتير على الشاشة فالراجل بيقول له بيقول له مع العلم إن شديد الحرص وملتزم جدا في السواقة يعني في الصرعة لا يمكن أتجاوز الـ 250 كيلو بس يعني 1 250 كيلو بس يعني ده بيذكرني مشهد لسه شايفه اللي لادي في شارع كيلواطر في مصر الجديدة واحد ماشي بعربية في شارع العربية فاكنا يمين وشمال وماشي صاروخ طاير طاير ماشي زي الصاروخ طاير بالعربية بتاعته في شارع فقال بشارع ده في مصر الجديدة شعي كيلو باطر اعتقد وواحد ماشي غلبان وقت شاب كده ابن حالي ماشي بعربية في ملاف فجاب له وش العربية طيار له وش العربية والمهم خبط له وش العربية وينزله يشتموا لأي شاب تاني عادي يبصوه كده بس تغرب يا رجل أنت الخبط العربية ده أنت ماشي بسرعة جنونية بطيار دي فيبدو أن هو شاب ابن ناس مش بتاع مشاكل فخاف منه فهرب فالتاني يجري وراء ففعلا بنفس منطق ضربني يبكى وسبقني والشاكى ونتمنى فعلا أن عبدوة الأمن مرضو يكون فيها ضبط لسرعة العربية فيه سرعة جنونية وفيه حالة انفلات في السواقة يعني نرجو أنه أيضا ده يكون محل اهتمام ومحل اعتبار من يعني ضباط المرور أو الشرطة الكريكاتير التاني وده آخر شيء في جولتنا النهاردة هو عبارة عن يعني زي رسم كده يعني أنا معرفش ميل رسم الرسم ده يعني فيه شمس ساطعة ومكتوب عليها تنمية وفيه سحابة سودة تحتها مكتوب عليها شائعات واحد مواطن بيكلم عن مواطن تاني في مصر اللي هي فيها برج القاهرة وفيها مأزانة الجامع وفيها منارة الكنيسة وفيها هلال وصريب وحاجات كده وبيقول له السحابة السودة دي حجبة ضوء الشمس السحابة السودة دي حجبة ضوء الشمس يعني هو بيكلم هلنookم شايفين التنامية دي شمس وإشعاعات هي ما أعتقدش طبعا يعني هو كريكاتير مجامل شقوة للحكومة يعني أعتقد الإنجازات بتفرض نفسها التنمية بتفرض لو فيه تنمية حقيقية هتفرض نفسها على الناس أعتقد الشقاعات مهما كانت مش هتقدر أن هي تحجب ضوء الشمس ده ده دي لو شمس حقيقية يعني لو شمس حقيقة صعب إن حد يحب دوق الشمس صعب إن واحد يكزب شمس بالحجارة آية الأحوال يعني ذاك الكاتير الأهرام جولتنا انتهت النهاردة ربنا يحفظ مصر وشعبها ونلتقي غدا في جولة جديدة على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة